عندك في الجيم اللي بتتمرن فيه جهاز الميدرو عاوز تتمرن عليه طب ايه التمارين اللي انفع اشتغلها عليها و ايه الفرق ما بين الدرعات دي و ايه العضلات اللي عاملها فيها تعال النهاردة هنتكلم عن كل حاجة خاصة بالميدرو تعال نبدأ اهلا بيكو في حلقة جديدة معه كابتن اوكا والنهاردة هنتكلم عن الميدرو وكل التمارين اللي اقدر استعمالها و ازاي يستغل الجهاز ده في الجيم اللي انا فيه الميدرو عندي بيقى ليه دايما جهاز دايق يعني دراع دايق و دراع واسع و نبتدي كل واحد فيه و نبتدي نلعب عليه لتمارين و طبعا تمرين الرؤى و تمرين السحن لكل العضلات الخلفية اللي فوق ان كان ضهر من بره اللي هو اللات او المرنس او من جوه اللي هو الميدل تربيزيس او الرومبيت او اللي هي عضلات الظهر الداخلية او لفوق للكتو الخلفي او الرير دولتوية هنبدأ اول حاجة بالمقبض ده انا اضابط طول الكرسي وهفهمر دولتوية بنظوبة ازاي انا اضابط طول الكرسي على الدراع الدايق لما قادي اصحب الدراع الدايق دايما زاوية الكوعي تبقى تسعين او زاوية حدا لا يمكن تبقى منفرجة يعني ما ينفعش و انا بسحب اصحب اصحب تحت خرص دي ابتدى تحت التسعين تحت التسعين دي ممكن عن طريق مسكة ايدي او عن طريق الكرسي انا لو الكرسي عليتو او فوق هيخليني اسحب لتحت ده غلط خالص دايما زي ما قولنا نزبط عال تسعين او فوق تسعين فانا اضابط ايدي من فوق زبطت ايدي تاني من فوق وهبتدي اسحب زاوية تسعين او فوق تسعين يبقى ده اول حاجة معايا اول شكل معايا وهو الدايق ومنعتمد به على عضلات الظهر الخاردية اللات او المرنس هنبتدي نقول برضو بعض النصائح دلوقتي ان وانا بالعب على الجهاز ده ما ينفعش ان انا اسقط لجوه طبعا النصائح دي على الجهاز كله مش للمقبض ده او الزاوية دي بس ان انا اسقط لجوه عشان ابتدي ادخل القطنية في الوزن وقبت بضهري ببتدي اشتغل طبعا ده غلط او افور في الرجوع الورا طبعا ده غلط انا ببتدي بعد ما زبطت رزني دي اسمي وطولي وعرضي وكل حرتي برح سمي صغيرة اهو وابتدي اسحب واحنا قلنا دايق يعني مرنس يعني لا يبقى لازم كوعي قريب من دي اسمي ما ينفعش يفتح لبرة اهو عشرة على عشرة يبقى قلنا الاعداء بتاعتنا والاعداء نظام الاعداء ده سابت للتلاتة اشهر خطأ بس قبل ما نروح للدراع الثاني ان ابتدي اعتمد على المرجحة في الجهاز ده زي اللورا ونلاقي واحد يقول لك عشان خاطر ان انا اعمل استطالة اكتر ركبتي نوعي يبتدي زي ما هو كده عادي نوعي يبتدي روح يعمل كده لا ينفعش خالص كلام ده لو ينفع في اللورو لا ينفعش هنا انا هنا بثبت جسمي فالده اللي يجعل الجهاز ده اصعب من اللورو انه ما بيعتمدش على المرجحة او بيعتمد على القطانية القطانية ثابتة ومعزولة وسيدري ثابت والحركة ثابتة في متاني ففوكش اكتر ع عضلة اللي بتتلعب باول شكل واول دراع التفاعل عليه ما بيشتغلش غرف عضلة واحدة وهي اللات او المرنس وبازبط طولي مع الكرسي عشان سحبت اي دي ايه هنروح للدراع التاني وبفيه حاجتين حاجة هتستعملها بنفس الطول بتاع الدايق اللي انت زبطت فيها الدايق ودي بتشتعل على عضلات الظهر الداخلية اللي هي الميدل تربيزيس والرومبيد اهو هبتدي امسك سفت الدراع بسفت التاني عشان الدراع مثلا لو طويل علي امسي لكم واحد واحد لو انا دراعي طويل ممكن امسك اتنين مع بعض عادي وهبتدي اسحب وقوعي يسحب في نص صدري اهو نص صدري مش فوق ومش تحت يبقى زي ما انا هسحب في نص صدري عشرة على عشرة ده عشان ابتدي حمل على عضلات الظهر الداخلية الاخطاء كلها ثبت على كل الاشكال طيب خلصنا ده ولعبنا لي يا كابتن عضلات الظهر من جوه طيب لو يا كابتن انا عاوز ارعب بي حالة تانية واحنا قلنا في عضلة تانية وهي الرير دولتويد او الكتف الخلفي حاجة الوحيدة اللي هتتغير معايا ايه طول الكرسي ان انا هبتدي انزل الكرسي لتحت يخليني لما قادي اسحب اسحب تحت كتفي بحاجة بسيطة يصيرت برضه هو عشان انا دراعي اقصر شوية من الجاز دراع دراع وهبتدي اسحب تحت اهو كوعي اقل من مستقر كتفي حاجة بسيطة خالص ما ينفعش العابه كده تمام يبتد عن طريق جهاز الميدرو قلنا نقدر نشتغل عليه ثلاث حاجات للات او المرنس وبطلع بالكرسي زي ما زبطنا وباسحب كلوز الواسع وبالعابه لعضلات الظهر الداخلية او الميدل ترابيزي سور رومبيد او اسقط الكرسي وهبتدي العابه تحت الكتفي بحاجة بسيطة واعتمد على الكتفي الخالفي او الرير دولتايو اخر نقطة معنا قبل ما نختم الحلقة وهي في الفردي ينفع تلعب التمرين ده فردي او ينفع كابتن ما فيدي العاية هي تثبيت هبتدي امسك زي ما انا ايدي هنا وهبتدي امسك اهو في الدايق عشرة على عشرة الدايق هنا عشان تشوفني عشرة على عشرة اسوأ خطأ هنشوف بقى في الدايق ايه الروتيشن ده تقول لي عشان اجيب العضلة جامد يا كابتن انت ما عملتش اي حاجة غير لما انت عصرت ان انت حملت على الاوبليجس او عضلات الديناب او عضلات البطن عشان هي اللي تعمل هذا الروتيشن ده انا تثبيت او كوع موسل لحد الاخر عملت سكوز للعضل خلاص ايه بقى فكرة الروتيشن انت بتعمله ده ينفع لعب فردي في الدايق ينفع لعب فردي في الواسع ينفع لعب فردي في التدف الخلفي في كل حاجة اهو ينفع لعب فكل حاجة الفكرة في التنويع محدش يقولي الفردي اصعب ولا الزاودي افيد مش اصعب طبعا الزاودي بيبقى اصعب لان انت مش قادر تكون تركشن في حاجة وتمسك في حاجة عشان تديني الباور فدايما هتلاقي الفردي اسهل لو لعب الزاودي اصعب لكن هل افيد مش حاجة اسمها قفت نقولنا العضلة لما تتعود على حاجة فترة طويلة لازم نغير ما ينفعش تفضل تلعب دي مثلا سنتين تلاتة لا مثلا شهر اثنين تلاتة ولازم تغير عشان العضلة ما يحصلهاش لنفس اسلوب التمرين وتلاقي الاستجابة بتاع ترضيع في كل فترة ممكن تمسك اسلوب تمرين وتلعبه او شكل وتلعبه عادي كده باوصلنا نهاية حلقة النهاردة وكانت حلقة وسيطة وسهلة وصغيرة ان شاء الله يا رب تفكروا دايما وتعجبكم كان معكم كابتن وك